انقسام أوروبي أمريكي حول المشاركة في المهمة العسكرية التي اقترحتها واشنطن لحماية الملاحة الدولية في مضيق هرموز وزير الخارجية الألمانية هيكوماس قال إن بلاده لن تشارك في هذه المبادرة مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة مع إيران الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينسي ستولتنبرج بدوره قال إن الحلف لم يتلقى طلبا رسميا لبدء مهمة في مضيق هرموز حلفاء الناتو قلقون بشأن الوضع في الخليج وحرية الملاحة تشكل بطبيعة الحال أهمية كبيرة لجميع حلفاء الناتو العديد من الحلفاء لديهم أصول في الخليج لكننا لم نتلقى طلبا للمشاركة في مهمة الخليج تصريحات تأتي مع استضافة البحرين لاجتماع عسكري لبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل التصدي للاعتداءات المتكررة من قبل إيران على أمن الملاحة البحرية الدولية التوتر السائد بين واشنطن وطهران لا يقتصر على الأنشطة الإيرانية المهددة للملاحة الدولية في هرموز إذ بات الاتفاق النووي مهددا مع إعلان إيران تقليص التزاماتها في الاتفاق على مراحل وقد تنسحب منه في النهاية في ظل الظروف الحالية وحتى تتخذ أوروبا التدابير اللازمة فإن إيران ستخطو بالتأكيد خطوة ثالثة وستستمر بخفض التزاماتها في الاتفاق النووي التحركات الإيرانية سواء فيما يتعلق بالملف النووي أو التهديدات البحرية تزيد من حدة التوتر في المنطقة في ظل انقسام واضح بين أوروبا واشنطن حول كيفية التعاطي مع الملفين